اشتركوا في القناة تشهد بذلك استضافة البحرين باقتدار للكثير من الفعاليات السياحية عام 2016 فالمملكة حرصت بشكل كبير على تطوير السياحة من كل النواحي من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية بإضافة إلى توفير الوجهات السياحية لتشمل جميع النشاطات التي تلائم هوية البحرين الثقافية وطبيعتها المناخية فضلا عن قامة الأنشطة والفعاليات المتميزة على مدار العام وبحسب الاحصائيات السياحية في البحرين لهيئة البحرين السياحة والمعارض فقد ارتفع جمالي عدد السياح للبحرين خلال النصف الأول من العام 2016 نحو 3% مقارنة بعام 2015 حيث بلغ عدد المسافرين البحرين عبر جميع المنافذ نحو 6.8 مليون مقارنة مع 5.7 ملايين مسافر كما ارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 3% مقارنة بعام 2015 كان عام 2016 عاما سياحيا بطابع خليجي بسبب تسمية المنامة كعاصمة السياحة الخليجية ولهذا كانت البحرين على موعد مع العديد من الفعاليات التي تناسب الأذواق الخليجية ومن أبرز الفعاليات التي يقيمت ضمن احتفال المنامة كعاصمة السياحة الخليجية وتنظيم مهرجان البحر الذي استقطب أكثر من 12 ألف زائر في خليج البحرين بهدف تسليط الضوء على جوانب الهوية البحرينية المرتبطة بالبحر وأحياء الفنون والتقاليد من صيد وتجارة اللؤلؤي وصناعة السفن الخشبية كما دشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في التاسع عشر من إبريل الهوية السياحية لمملكة البحرين بلدكم بلدنا وكان القصد منها الترويج للبحرين كوجهة سياحية مفضلة للجميع إقليميا ودوليا وتسليط الضوء على أهم المعالم السياحية التي تزخر بها المملكة ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تنويع المنتج السياحي بما يتناسب مع متطالبات الأسواق السياحية وجد بأنظار المستثمرين إلى المملكة يضاف إلى تلك الجهود مبادرات هيئة البحرين للثقافة والآثار في إبراز مكنونات الثقافة البحرينية الأصيلة ومن أهمها فعالية مهرجان التراث السنوي الرابع والعشرين الذي أسمع صوت الماضي الجميل ورسم ملامح الحياة الفنية في مملكة البحرين قديما وفي مبادرة أخرى نظمت هيئة البحرين الثقافة والآثار معرض استكشافات دقاءات وحكاية من الذاكرة بالتزامن مع احتفال المملكة بمرور مئتي عام من العلاقات مع المملكة المتحدة في متحف البحرين الوطني وأهم ما ساهم في دفع عجلة السياحة في المملكة وتوفر المقاصد السياحية التي تعمل على تنظيم فعاليات تستقضب السياحة على مدار العام ومن أبرز تلك المقاصد السياحية حلبة البحرين الدولية التي تعد موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط إلى جانب تنظيمها للكثير من الفعاليات المتنوعة كسوق البسطة واحتفالات العيد الوطني المجيد وبالإضافة إلى حلبة البحرين الدولية تشكل مركز البحرين الدولي المعارض والمؤتمرات في المنامة مقصدا رئيسيا للعديد من المعارض الدولية التي تنظمها البحرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وتشكل مقصدا للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى جانب السياح لاستكشاف كل ما هو مفيد وجديد وبحسب موقع السفر الشهيد ترب أدفايسر فإن متحف البحرين الوطني وشجرة الحياة وجنة دلمون المفقودة كانت أكثر الوجهات السياحية تفضينا للسياح في البحرين عام 2016 جميع هذه الجهود لتعزيز القطاع السياحي تؤكد على حرص المملكة على التركيز بهذا المحور المهم بما يتلاؤم مع التطلعات الاقتصارية للبلاد ويبرز البحرين كوجهة مهمة على خارطة السياحة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر